أم محمد تسأل تقول ما حكم العمل في مطعم يسوي طعام لغير المسلمين في رمضان أختي الفاضلة بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يقدم الطعام في رمضان لغير الصائمين سواء كان مسلما أو غير مسلم لا يجوز له إلا في حالة المرأة في بيتها إذا كان عندها مريض مثلا أو عندها مثلا أو شخص وكان مسافر ووصل وقد أفطر أو امرأة مثلا عليها العادة الشهرية يجوز في مثل هذه الحالة أن يقدم له لكن إنسان أفطر عامدا متعمدا في رمضان يقدم له طعام هذا لا يجوز وكذلك غير المسلم غير المسلم لا يجوز ولذلك المسلم لا يجوز له أن يشتغل في مطعم يقدم الأطعمة في نهار رمضان كيف يقدم في نهار رمضان والله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله وأيضا أنبه إلى مسألة الخدم في البيوت من غير المسلمين طبعا أنتم ما تمنعونهم من الأكل والشرب يأكلون يشربون لنغير المسلمين لكن أنك أنت تخدمينه أنت تقدمين لهم الطعام لا هذا مما لا يجوز ونص جماهير أهل العلم على المنع من هذا وشدد بعض العلماء في هذه المسألة و لذلك الخادم في البيت والعامل غير المسلم هو يأكل و يشرب أنا ما أمنعه لكن أنا ما أعينه أجي أقدم له كذلك الإنسان الذي يشتغل في مطعم في نهار رمضان كيف يقدم أطعمة إلى أناس قد يكونون من المسلمين و قد أفطروا عامدين و متعمدين أو من غير المسلمين أيضا يجاهر حتى تذهب حرمة الشهر الشهر له حرمة عندنا و له قيمة عظيمة و لذلك هذا انتهاك لحرمة الشهر غير المسلم كيف هو يأكله و يطرب طلبية مثلا من مطعم من مثلا شخص غير مسلم هذا راجع له بارك الله و فيك يا أم محمد شكرا